أحسنت شكرا للشيخ بارك الله فيك وآخيرا به مشكلة كبيرة هناك أدلة التي تخالف القرآن بالنسبة لنفي قرود المساة في النار وهذا ما خدا بعض المسلمين وابحبوا في المعاسي بدون التفاتي لنسوس القرآن وحاليا عندي كتاب الأفضل مشكور في نيجيريا ذكر فيه ومن نزل من حراما أو صراط في الصلاة فصلاةه سهيحة يسرق في الصلاة مثلا هكذا يسجد ويأخذ الهاتف ويأخذ الهاتف وبعدما قال ومن ضهق في الصلاة بدل صلاةه ولو كان صحيا وقال برددك ومن نزل من حراما نزل من حراما أو صراكة في الصلاة بدل صلاةه وسهيحة وحين أعجبوا ما قرأت الحديث من المسلمين من الربيع رقم واحد واربون الذي يبعه ناصر الجنين ناصر الجنين الهاتف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستختلفون من بعده فما جاءكم عني فألكم فلا كتابي لهم فما وافقكم فعني وما قادكم فليس عني فما وافقكم حول السحة هذا الأجهز أما الحديث من حديثه الصحة فهو حديثه صحيح بغض النظر على من ضعفه لأن هناك كان نصائح رسلتي للشيخ ناصر الدين الألباني على أن يغير الكتابين عنوينهم سلسلة الأحالي الصحيحة وسلسلة الأحالي الضعيفة فيقلب العنوانين هناك من أرسل له نصيحة نعم أنه غير العنوان هذا فسميه سلسلة الأحالي الصحيحة وهذا سميه الأحالي الضعيفة وبالعكس وعلى كل حال هو تراجع تراجع عن بعض وكتاب النصيحة لبعض تلامذته أيضا النصيحة فيه أيضا فيه بيان لتراجعه أو ما تراجع فيه فهو من حيث النظري في هو عالم لا يمكن أن نبخص حقه ولكن لا يمكن أن يطمئن إلى أقواله في ذلك لأنك إذا نظرت إلى حالي الصحيحة أو ضعيفة ستجد هذا الحديث نفسه هنا وقد صحع هنا هنا ضعفه وهنا صحعه هو بنفسه وكذلك في كتاب آخر تماما منا أو إرواء الغليل أو في كتاب آخر ثمر المستطاب ستجد الحديث هنا قد ضعفه وهنا صحعه وهنا صحعه وهنا ضعفه فإذا أنت أين تختار لعله يوم الأيام كان يعيش إلى الآن سوف يغير قوله في ذلك أما من حيث الحديث فهو حديث صحيح ومن حيث الواقع فالعمل يعملون به هم بأنفسهم ففي أصول الفقه عندما يأتون في ذكر الأدلة يبدأون بالقرآن ثم يقولون المنزلة أو المصدر بالتالي السنة لماذا؟ لأنهم عندما ينظرون إلى السنة يأتون الكلام هل صحيح أو ليس بصحيح أما الآية لا يمكن أن يناقش فيها أنها صحيحة أو غير صحيحة عملا عملا ولو قال هو حديث ضعيف عملا يعملون بهذا عمليا فإذن من حيث الواقع ومن حيث الأصل الحديث صحيح وينبغي للمسلم أن يهى في عصاة أما مثلة العصاة هل يخرجون من النار نحن نقول باختصار وثم بعد ذلك باختصار دعهم يدخلون ثم فليخرجهم من شاء إذا دخل يبحثون من سيخرجهم لا يجدون وليا ولا نصيرا فليبحثوا عن الولي والنصير الذي يخرجهم أفمن حق عليه كلمة العذاب الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفأنت تنقذ من في النار الكلام لي موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لن تنقذ أحدا ولن تخرجه من النار من حق عليه العذاب انتهى أمره فإذن فليدخل النار ثم بعد ذلك يحاسبهم ويتصل بأولئك يقول لهم أنتم قلتم مننا سنخرج وإلى الآن لم نجد لا وليا ولا نصيرا ولا أحد ينقذون من النار فهم سوف يتصلون لا ينزل بالهاتف يتصلون يصرخون إلى أوليائهم وإلى كبرائهم وإلى يستشفعون ثم سينادون من أهل الجنة ثم سيقولون يا الله خرجنا هنا لقد ضحك علينا هؤلاء قالوا لكل ضعف من العذاب فهم يسفلون فيها فإذا قضية أنه يخرج لم يأتي دليل في القرآن أبدا ولو أردنا أن نتكلم في هذه المسألة جاء القرآن بعدم خروجهم وجاءت السنة أيضا بعدم خروجهم وجاء في الروايات أيضا بأنه يخرجون الآن الالتفات إلى ماذا؟ إلى السنة والقرآن السنة التي جاءت مؤكدا لما في القرآن أو ننظر إلى ما جاء مخالفا لما في القرآن يعني عندك لو سلمنا لو سلمنا لو سلمنا هذا وذا فهذه أحاديث وهذه أحاديث هذه تؤكد ما ينجل في القرآن لماذا لا يأتون بها لا يشمون ريحها وإن ريحها لا ينجل منك لا يدخل الجنة لا يدخل خالدا مخلجا فيها أبدا في النار يعني في قوله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول ثانيا هذه الروايات هذه الروايات التي يستدلون بها لا تدخل من المحال حتى في صيح البقاري وانظروا في رواية الحسن بن ذكوان الذي جاء بأنه يخرج من النار قوم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمون بالجهنميين هذا الرواية من طريق الحسن بن ذكوان الحسن بن ذكوان وهي في صيح البقاري انظر من هو الحسن بن ذكوان عندهم ليس عندنا عندهم هناك من قال بأنه كذاب وهناك من قال بأنه متروك فقد تركه أحمد وانظر ماذا يقول فيه ابن معين وقد ذكر ذلك ابن حجر في هديث ساري في البداية في المقدمة منزلة الحسن بن ذكوان واختلاف العلماء فيه هذا الرجل اختلفوا به تستدل برواية يختلفون أهل العلم في الراوي ثم بعد ذلك تقول لك أنها جاء تحاديث وأنها في صيح البقاري حتى في صيح البقاري أيضا وهو بالنسبة بالمناسبة ليس اسمه صيح البقاري الناس يرضعون منذ الصغر يظنون اسمه صيح البقاري واسمه صيح مسلم ليس هذا اسما كل واحد ألف كتابا لهذا سمه الجامع والإمام مسلم سمه المسند بعد ذلك جاءت هذه المسميات ليس من البقاري وليس من المسلم فقط هذه لقب لقب صحيح البقاري ليس اسمه الذي ألفه البقاري سمناه في البداية الجامع بما فيه اختلف هالجامع المختصر الصحيح الجامع الصحيح المختصر من أيام وسنين الرسل أو نحو ذلك المهم الجامع اسمه الجامع البداية أول اسم الجامع كتاب الإمام مسلم اسمه المسند المسند البداية يعني بداية العنوان المسند لأن بعض الناس يظن إلى اليوم يظن أنه اسمه الكتاب هكذا قال البقاري وسمى صحيح البقاري وهذا سمناه صحيح مسلم هذه ليس التسميات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر